السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبتو أني لن أدافع عن فريق وأن تصير لفريق بل سأهاجم الفريقين أولا أولا سأقول ابتداءا أن من الطبيعي جدا أن تختلف اصطلاحات كل فريق وأن تختلف منظومة كل حقل معرفي وكل علم وهذا أمر لا يستغرب ولا يمكن حتى رد مصطلحات علم إلى مصطلحات علم آخر أما إذا تحدثنا عن النحو تحديدا فهم بغي أن نفرق بين مرحلتين كما تفضل دكتور عبد العزيز مرحلتين مختلفتين مرحلة سيبويه ومرحلة النحو المتأخر سيبويه خرج من بطن كتابه علوم كما قلت بجميعا وهذه المرحلة تمثل المرحلة التي كان فيها النحو كلاما فيما يعرف في الثانيات الحديثة بمعرفة اللغة أو المعرفة اللغوية معرفة الإنسان للغته أي معرفة المتكلم لنظامه الذهني اللغوي أما النحو الآخر فسأختلف أيضا مع أخي بها في مسألة الحديث عن النحو على أنه كل ما في كتب النحا من تعريفات ومن علل ومن عوامل وأن نجعل هذا هو النحو الذي إذا أردنا أن نجد شيئا نقول يذهب فستجده في كتب النحا لابد أن نتحدث عن النحو بالمعنى الذي تحدث عنه الدكتور وهو الذي يقارن بالبلاغة باعتبار النحو هو ذلك النموذج الذي يعين الإعراب أو من يتقنه لا تهز رأسك من يتقنه يتقن أو أخير الكلم أو يعربه بلا خطأ أما غير ذلك فتدخل فيما ليس للنحو خالصا هناك يعني لابد أن نفصل بين أمرين مختلفين دكتور بها ولا الحبار سيكون بيني وبينك اليوم موش بيني وبين ضاف لابد أن نفصل بين أمرين مختلفين القاعدة التي نشأ عليها وأسس لها هذا النموذج الذي لا يعينى إلا بالإعراب وهو النحو المتأخر هذه الأرضية هي مشتركة فيها كثير من المفاهيم في الحقل النحوي ولكنها أحيانا بعض المفاهيم تشترك مع حقول أخرى وما في هذه الأرضية التي قام عليها هذا النموذج لا يمكن أن يبرر كل ما نفتقده في النموذج نروح ندور في الأرضية التي قام عليها فهذه الأرضية مشتركة ومشتركة بين المعجميين وبين أهل الدلالة وبين أهل البلاغة ولا يمكن أن نستدرك شيئاً قال البلاغيون إن النحو لا يعتني به بالبحث فيها بل فعلاً النحو المتأخر لا يعنى إلا بعلاقة الكلمات ببعضها في جملة من حيث الإعراب لا غير حتى التقديم والتأخير أنا لست مع من يقول إن النحو يراعي حتى أحكام